السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقة فريدة جدا للوقاية من المصائب والابتلاءات تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أسعى الله عز وجل في البداية أن يصرف عنكم كل هم وغم وحزن وبلاء اللهم آمين يا رب العالمين أظن ما فيش يوم بيعد علينا حبيبي إلا ونحن نرى مصابا أو مبتلى إنسان مثلا فقد ما له أو فقد أي حد من أحبابه أو فقد وظفته أو حصله حادث أو غير ذلك كل هذا من الابتلاء قال جل وعلا ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالإنسان لا بد أن يبتلى وأن يختبر في هذه الحياة الدنيا طبعا هناك دعاء تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم لما نشوف أي إنسان مبتلى لو دعينا بهذا الدعاء بفضل الله لا نصاب بهذا البلاء أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى نقول الدعاء دوت بس بشرط إن إحنا نقوله بيقين فيما عند الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث الذي رواه التلمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلى أي إنسان مبتلى إنسان فقد بصر وإنسان مشلول إنسان ابتلي بلاء معين في أي مشكلة ابتلي بزوجة سيئة أو زوجة ابتلي بزوج سيء أو إنسان ابتلي بأولاد عقين يعني مش لازم يكون اللي ابتلاء مرض فقط أي نوع من أنواع الابتلاء من رأى تشخدوا بالكم من رأى مبتلى فقال الحمد لله هو كلام بالله يتقال كده فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش وفي رواية إلا لم يصبه ذلك البلاء إذا لو اللي يقول الكلام ده لا يصيبه ذلك البلاء أبدا بفضل الله طبعا ده فضل كبير جدا إن الإنسان يعني المسلم والمسلمة إن يعافى من هذا البلاء والأمر الثاني إن إحنا بنعلن شكرنا لله بقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحديث أيضا الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا إلا كان ذلك شكر تلك النعمة ما شاء الله يبقى الإنسان لما يشوف أي إنسان مبتلى أيا كان البلاء سواء كان بلاءا كبيرا أو صغيرا أو يسيرا سواء كمرت سواء فقد وظيفة سواء فقد أي حاجة لما أقول هذا الدعاء بفضل الله لا يصيبني هذا البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى فالإنسان لما يشوف حد مبتلى مثلا واحد إنت ماشي فلقيت واحد مثلا أصيب بمرض معين أو بفقد بصر أو غير ذلك فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله بس خده بلكم بالله عليكم إوه حد يقول الدعاء دوت أو يقول الكلام دوت أمام المبتلى يعني ده في جرح مشاعر وفي عيازا بالله إظهار شماته فأنا بقولي الكلام ده في سري خده بلكم وحضرتي بتقولي الكلام ده في سري انت مشي لقيت واحدة مبتلى بمرض معين فبتقولي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما الخلق تفضيله بتقولي الكلام ده في سري ما تسمعاش الكلام ده لأن لو سمعنا المبتلى هذا الكلام ده احنا نزيده هم فوق الهم وحصرة فوق الحصرة وممكن عيازا بالله إنسان يكون ضعيف في الإيمان يصل إلى اليأس من رحمة ربنا وأن يبقى احنا السبب فالأصل إن المسلم يكون عنده رقة في المشاعر ومراعاة لظروف الناس وإن يكون حاسس بأحسسهم ومشاعرهم ويكون إنسان كده إيه يعني عنده زوقيات ومروءة بفضل الله سبحانه تعالى فالإنسان ما يقولش الكلام ده قدام الناس وإلا عيازا بالله ربنا عافينا عافيكم يعني يكون كده كأنه يعايره وكأنه يقنطه ويؤسه وكأنه يظهر الشماتة فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله يبقى إذن لابد نحن نقول هذا الدعاء لأن في حكتين أولا لا نصاب بهذا بلاء سانيا بيكون شكر تلك النعمة لأن أحيانا العبد حبيبي قد يصاب ببلاء فتسخط وهذا لا يجوز يبقى إذن قدوا بالكم الحاجة فالعبد حينما يشكر الله عز وجل فقد عرض نفسه لنعمة الزيادة التي وعدنا بها الله عز وجل في قول لإن شكرتم لأزيد أنكم يبقى أنا لما بقول هذا الدعاء أولا ربنا بيعافيني من هذا البلاء ثانيا أنا بأظهر شكر النعمة واضح كده فلما أشكر ربنا يزدني من هذه النعمة بفضل الله سبحانه وتعالى لإن شكرتم لأزيد أنكم الحاجة الثانية قلنا أن لا يجوز أن يقال هذا الكلام أمام المبتلة لأن فيه جرح للمشاعر الحاجة الثالثة أن مش لازم يكون الدعاء ده خاص بالكوارس الكبيرة لأ ممكن يكون حاجة بسيطة جدا يعني ممكن تكون حضرتك ماشي في الشارع أو حضرتك رجب عربيتك وفجأة لقيت واحدة عربيتها ركنة بسبب أن العجل بتاعها يعني الكويتش بتاعه نام كويتش العربية نام يعني فضي من الهوى اللي هو فيها تمام ده في حد ذاته بلاء وقفها في الشارع عشان تغير عجلة في عز الشمس ده بلاء ده قولي الدعاء ده الحمد لله الذي عفاني مما بتلاكي به وفضلني على كثير مما الخلق تفضيلة ماشيين في الشارع لأنه واحد بيتخانق وبيضرب وبيضرب الحمد لله الذي عفاني مما بتلاكي به وفضلني على كثير مما الخلق تفضيلة ماشي في الشارع لقيت واحد خبطة عربية الحمد لله الذي عفاني مما بتلاكي به وفضلنا على كثير من من خلقها تفضيلة فأي بلاء يطعب الإنسان إحنا نشوفه نقول هذا الكلام ويارب بقى إيه يبقى في حاجة تانية جنبها إن إحنا ندعو ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن هذا المبتلاء ده خارج الحديث ده ده حديث تاني خالص حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دع المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب فعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل لأن إحنا نتمنى الخير لكل مسلم ولا نتمنى الشر لأحد بل نتمنى أن يصرف الله عز وجل البلاء والهموم والغموم والأحزان وكل المصائب أن يصرف ذلك كله عن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى لا نتمنى البلاء لأحد أبدا بل نشفق على هذا الإنسان المبتلى يبقى إذن لو شفت إنسان مبتلى هعمل الآتي أول حاجة الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله يبقى كده ربنا بيعافيني من البلاء ده وبأنا كده أديت شكر النعمة أن ربنا معافيني لإن شكرتم لأزيد أنكم الحاجة التانية أن أدعو لهذا المبتلى أن يفك الله عنه وأن يرفع الله عنه هذا البلاء فالملك يقول آمين ولك بمثل بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إحنا كده كسبنا كل هذا بفضل الله بهذه الكلمات اليسيرة بفضل الله فدي طريقة فريدة جدا للوقاية من المصائب والابتلاءات ولن تكلفنا أي شيء سوى تلك الكلمات أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته